على فكرة انا سعيدة جدا ان احنا النهاردة بنتجول في دولنا الاربعة بنتكلم عن الدراما لانه الدراما دي جزء من وجودنا في البيت يعني ايه كل بيت عربي عنده تلفزيون لما بيجي لك المسلسل ما بيستأذنش هو موجود معك انت قاعد كأسرة بتشاهد العمل فحتلاقيه هو الضيف اليومي اللي موجود معك بيعرض بقى قصة بيعرض شخصيات بيقدم حاجات مين اللي قاعدين بيتفرجوا عليه الاسرة الأب الأم الأولاد الجد العم الخال اذا الدراما هنا مهمة بتقدم ايه والمين وازاي في اي مكان تكون في مصر في العراق في اردن في فلسطين في دولنا العربية مهمة المحتوى الدرامي مهم السنة دي ان شاء الله في عشرين تلاتة وعشرين نتوقع ان يكون عندنا تنوع مختلف وتنوعه جديد وموضوعات بتهم الاسرة اللي احنا متفقين عليها العام الماضي ده كان بجد مراعى جدا وشفنا دراما متنوعة يا ترى شكل الدراما في عشرين تلاتة وعشرين هتكون عاملة ازاي ده اللي خلانا واحنا موجودين هنا في القاهرة نرحب بناقد فني الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين اللي حيطلعني عن دراما رمضان واتطمن انا منه بقى كمشاهدة من الدرجة الاولى الناقد الفني والصحفي واستاذ احمد سعد الدين مساء الخير يا احمد مساء الخير اهلا بيكي وبكل الجمهور العربي في كل الاكتر واحنا كده في رمضان بناكل بقى القطيف والكنافة والقهوى العربي والشاي المصري والنعناع بنتفرج على دراما رمضان انت شايف بشكل عام الدراما شكلها ايه السنة دي؟ حصل تطور كبير جدا في الدراما وخاصة في تناول الموضوعات ليه بقى؟ يمكن من خمسة سنين كان عندنا ما يطلق عليه الدراما الكمباوند كانت غريبة عننا دلوقتي لا في قضايا تهم الاسرة سواء كانت قضايا المرأة سواء كانت قضايا الميراس ايا كان بس انا عايز احس ان انا جزء من الشاشة اللي قدامي هنا ابتدت تتحقق شوية في مائدة رمضان واعتقد السنة اللي فاتت نجحت خريطة الدراما ان هي تشد بقى كل الانواع بالتأكيد وتحاول تطرح كمان افكار تطرح قضايا وتطرح افكار وبعدين كان عندك تنوع كان في دراما وطنية ودراما اجتماعية وفي كوميديا وفي كل حاجة اذا التنوع ده هو اللي بيخلي الواحد يقعد قدام التلفزيون لان احنا عندنا المغريات بقت كتير اكيد انا شخصين سعيدة بوجود مسلسل زي سر الباتع وهي عودة الدراما ان تنهل بقى من قدباءنا الكبار الاديب الكبير يوسف ادريس وطبعا رواية سر الباتع رأيك ايه بقى ان احنا نرجع تاني برضو نذكر اجيال تانية بانه ناخد من الادب ونروح على التلفزيون اول حاجة انا بكلم على يوسف ادريس ملك القصة القصيرة صحيح هذا الرجل عنده قصص قصيرة يمكن لو قعدنا نشتغل عليها 20 سنة كمان هنقدر نطلع مانا تاني حاجة السينما والفن عموما سواء كان مسرح تلفزيون سينما بتشتغل في الاصل قامت على الادب القصص الادبية صحيح فهنا لما باخد عمل ادبي يحول الى عمل فني فانا بتكلم على موضوع له اساسيات بحيث عارف انا هيبتدي ازاي وهينتهي ازاي والوسط بتاعه هيمشي ازاي انا كمشاهد هبقى متطمن لو انا عندي جزء ما لطلع ليه لان انا بتكلم على موضوع له اساس في الحقيقة موجودة في كتاب هذا العمل الادبي هيدخل كل بيت صحيح لما يحول العمل فني هيبقى عمل له قيمة تصوراتك ايه للمسلسل ممكن يروح فين والله المسلسل سر البتع تحديدا لا يعني هيقابل عدد كبير من المشاهدات لأكتر من سبب رقم واحد احنا بكلم على القصة الادبية طبع له جزور ادبي طبع رقم اثنين انه مخرج هذا العمل جاي من خلفية سينمائية بحتة يعني لم يعمل في الدراما من قبل صحيح فبالتالي الفكر السينمائي طاغي بشكل كبير جدا مع بعض الاحداث يعني احنا هنشوف احداث سريعة لان خالد يوسف كمان ينتمي لمدرسة المخرج النجمي هروح على الكوميديا لان الكوميديا مهمة قوي ويمكن احنا عاداتنا في مصر كمان اعتدنا بانه مسلسل الفطار ده لازم حاجة لطيفة الناس لسه بتفتروا بتهدي وعايزين حاجة لطيفة والأسرة والأطفال وسنة اللي فاتت احمد مكي قدر يرجع تاني يلم الأسرة على مسلسل اللي هو وقت الفطار او بعد الفطار مباشرة السنة دي تقريبا السابع السابع فده نجاح كبير لمسلسل قدم على ازمينه مختلفة واوقات مختلفة انه يعود تاني بنفس القوة احمد مكي في الاصل كوميديان كبير جدا ولكن يمتلك الذكاء في تقديم بعض النماذج اللي ممكن تجذب المشاهد بشكل كبير جدا يمكن هو قدم الجزء الاول والتاني والتالي كان معادهم يا سمير غانم فكانت فيه توازن شكل ما ثم بعد كده حصل تريحة ثم في النهاية السنة اللي فاتت قدم شخصية جديدة اللي هي شخصية مربوحة صحيح اللي شدت الناس بشكل كبير الجزئية الأساسية انه احمد مكي مش بخيل لبعض الكوميديانات يقول لك انا اقول كل الافهات انا النجم و انا اللعاية احمد بيسيب مساحة كبيرة لله قدامه ينجح معي ينجح معي لان النجاح عنده شيء جماعي صحيح فمن النقطة دي نجح الكبير قوي السنة اللي فاتت ثم السنة دي افتكر انه هو هيبني على هذا النجاح فممكن يحقق بشكل كبير صحيح خلاص يا كمان رحمة بقت نجمة رحمة بقت نجمة خاصة انه اصبح النجاح عنده تراكمي الناس اللي هتتفرج على الكبير قوي خلاص جاهزين اتفرجت قبل كده فجاهزين صحيح فعندها استعداد دخلة تتحك ولمت الاسرة كده جاهزة بالضبط فهو ضامن على الاقل من خمسين لستين في المئة من النجاح قبل انه هذا بقى كناقط يعني يعني عينك رايحة على ايه اللي انت منتظره في الدراما السنة دي من اعلى الحقيقة انا السنة يعني انا دايما بقول يا جماعة الدراما ايما على مسلس كل ضلع مختلف فيه توعية فيه تسقيف فيه ترفيه تماما الدين الحاجة اللي ايه اللي تمشي مع زوء هذا المجتمع والمجتمع العربي على فكرة زوء قريب من بعض طبعا طبعا اهم حاجة لما يقدم لي الدراما دراما اجتماعية ابقى شايف نفسي النموذج ده انا قابلته في الحياة شفته قبل كده حسيت حصلي المواقف دي فانا مستني اشوف بعض الاعمال بالاضافة لسنة دي عندنا عمل جديد بقالنا فترة طويلة ما ما دخلناش في السكة دي اللي هي الاعمال الدينية سنة دي عندنا الامام اللي هو الامام الشافعي طبعا وخاصة الامام الشافعي امام وسطي طبعا ما عندوش التشدد لابن حمل صحيح وما عندوش الحكاية يعني نسيبها عارف انا سعيدة ليه كمان بهذا العمل تحديدا لان انت في فترة كبيرة العالم العربي شاهد كتير من التطرف طبعا كتير من عمليات ارهابية والناس اللي حولت ان هي يعني تاخد كده اجزاء مبطورة من الدين وده مش صحيح لكن اعتقد ان احنا هنكون امام ثقافة حقيقية ان احنا نتكلم اهم ان احنا نشوف الدين السمح سماحة سماحة وجماله دين المعاملة الاخلاق يعني والجيل الصغير محتاج يشوف دي اهم نقطة بنفتقد عشان كده راجع المسلسل الديني لان احنا كالجيل لما عشنا التمانينات مثلا وشوفنا لا اله الا الله ومحمد رسول الله والاجزاء الجميلة دي كانت بتجاوب على ايه سماحة الدين طيب السنة دي كمان في مسلسل انا شايفة انه مسلسل من حقكم حق الرجال برضو يبقى السنة اللي فاتت نيلي كريمة عملت مسلسل مهم والمسلسل الحقيقة اعتقد انه يعني يساعد كتير جدا في قانون الاحوال الشخصية اللي تحت الدراسة الجديد السنة دي طارق لطفي بيدخل يقدم مذكرات زوج انا حسن ده الصوت عالي للرجال فاهلا وسهلا برضو اهو من الحاجات الجميلة ان خلال الفترة الطويلة اللي فاتت كان دايما يقولوا حقوق المرأة لدرجة ان فيه ناس قات يا جنة طب حقوق المرأة هي اللي محتاجها دلوقت طارق لطفي لما هيعمل مسلسل زي ده ويناقش فيه مهاصل حكاية دلوقتي فيه فكر خاطئ يعني ايه حقوق المرأة وحقوق الرجل طبعا حقوق الأسرة لها قانونها الخاص داخل البيت طبعا طبعا بيقدم شكل ما ولكن في نفس الوقت هيبقى بلمحة كده يعني دم خفيف صحيح بس عارف انا سعيدة لان ده توازن بالزبط يعني انت برضو لان الاسرة اصلها لا هي امرأة بس ولا رجل بس الاسرة اتنين زوج وزوجة فخلينا نسمع كل يعني نشوف الصوت التانية مشاكله ايه ننتبه بيها ورده يعني بالزبط الاسرة عاملة زي الطائر له جناحين فيه رجل وامرأة زوج وزوجة طبعا ما ينفعش الطائر يطير بجناح واحد احنا عايزين نشوف الجناحين دول بيعملوا ايه؟ ويبقوا متوازنين ما يبقاش جناح يطغى على الاخر اكيد لان في الاخر احنا بنعمل توعية المجتمع صحيح تعالى سريعا كده نعمل بورسة نجوم لان عندنا نجوم في اماكن جديدة يعني مثلا امير قرارة بيروح لمنطقة بقى خلاص جديدة وبيودع باشا مصر وبيروح للكانتو فدي برضو تجربة جديدة لامير ويعود للاعمال الاجتماعية سوق الكنتو سوق الكنتو الاسم كده يعتبر بالنسبة للجيل الجديد غريب ولكن ده سوق كان موجود للحاجات القديمة زماني هو سابق الزابط الباشا اللي كان دايما بيطلع فيه ونجح فيه على مدار الخمس ست سمين طبعا وده حلو انه النجم ينوع طبعا يقدم ادوار تاني يغير فيه الشكل بتاعه فاعتقد ان امير ممكن يقدم شخصية جديدة وينجح فيها دراما اجتماعية طبعا زي ما قلنا النجوم اللي مغيرين الادوار ياسر جلال من النجاح اللي حققه السنة اللي فاتت في الاختيار وانه يقدم شخصية رئيس عبدالفتاح السيسي مش سهلة ابدا على ممثل وانه يعود بعد سنة بعمل اجتماعي انت شايف ده ازاي اصعب ممثل عليه مشكلة او عليه مسئولية هو ياسر جلال الساميلي هو قدم السنة اللي فاتت رئيس جمهورية في السلطة ودي اول مرة تحصل صحية بس جميلة وقدمها بشكل رائع جميلة وفيها منتهى الحرية بالزبط ودي كانت تقولين فيه حرية بشكل كبير لما ييجي السنة دي بقى كان لازم يخرج من الشخصية دي تماما فهنا هنا زكاء الممثل ان نختار عمل اجتماعي بحيث انه هيرجع تاني كايه كياسر جلال نشوف بقى النجمات منتظر مين؟ والله انا منتظر تلاتة يسرى القاسم المشترك خلال رمضانات كتير وعملة مش بس حمد الله على السلامة واحدة ألف حمد الله على السلامة واحدة ألف حمد الله على السلامة دي انا مستني منهم الالف دول يسرى دايما بتتبنى موضوعات جيدة ويمكن تهم المرأة بشكل كبير جدا فانا مستني يسرى هتقدم ايه؟ نيلي كريم برضو بقى لها فترة طويلة مش عارفة اللبس اللي هي لبسة في البوستر مش عارفة موديانة فيه نيلي يقلق ليه؟ لان نيلي كريم عملت كام مسلسل وراء بعض باستثناء بميت وش على جنب بيبقى فيه الميلودراما أعلى وقضايا المجتمع عالية شوية فالناس بتقولك طب وايه بقى يا جماعة هنشوف تعمل ايه؟ طبعا الوقت لو عدى الاعمال كتير عشان منبقاش بس بنتكلم على كذا عمل لكن اكيد ضرب نار ده هيفضل موجود ما بين ياسمين واحمد العودي الياسمين ممثلة جميلة الناس بتحبها من وهي لسه بتعمل اعلانات شائية كده فجميلة كمان لما ارتبط بيها احمد العودي الناس حب تدويتو ما بينهم وهم زهروا قبل كده السنة دي بقى شكل الدراما من خلال البوستر ان هما الاثنين شكلهم هيخبطوا في بعض ايوا فاحنا مستنين المواقف الحلوة دي ايه اللي هيحصل فيها خاصة ان ياسمين هي الممثلة الوحيدة يمكن في السينما قبل الدراما ان اصبحت بتقدر تشيل فيلم كمان باسمها عنصر نسائي مع ان هي حبوبة ولزيزة فاحنا مستنين البمبوناية دي ان شاء الله تبقى وليمة كاملة جميلة يستمتعوا بيها كل يعني المواطنين سواء في مصر او في عالمنا العربي ونقدم بجد دراما حلو انا مشكرك شكرا جزيزي كل السلام انت طيب ورمضان كريم طيبين ورمضان كريم كلام عن رمضان مش هيخلص ابدا احنا لسه مكملين معاكم تعالوا نروح الفاصل ونرجع نكمل كلامنا في بيت للكم